بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بمناسبة عيد الأضحى إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتشارك معكم تشكيلة من دوازتين اللي واحد كينسي في الآخر كيجو أكتر من رائعين واقتصاديين عندي دوازتين بالكوك اللي كيجي أكتر من رائع الشيش وكيدو في الفم كذلك المعلكة بالحامض بمقادير جد بسيطة وكمية وافيرة عندنا حلوة الطابع اللي كتجي مشققة هشيشة ومرملة ورائعة وعندي كذلك حلوة البوق الغنية عن التعريف غيشكلها كيهدر عليها حلوة الطابع اللي كيحمق عليها الكبير والصغير هاد المرة جبتها لكم أخواتي بطريقة جدا اقتصادية بدون ولا حبة بيض والنتيجة رائعة ومميزة كتجي خفيفة مشققة وطلعة ما تشبعوش منها فإلى عجبكم الفيديو ما تنسوني شمال لايك تعليق والبارتاج ونبدأوا بسم الله بالنسبة للمقادير عندي كأس من سكر ساندة أو سكر حبيبات كأس من زيت نباتية السعة دي الكأس هي 160 جرام كأس من الحليب السائل يكون دافئ شوية وعندي كذلك كأس من نشا أو ميزينة نشا الدورة كي أعطي لهذا الحليب واحد لها شاشة رائعة كيس من سكر فانيلا من وزن 8 جرام وكيس من خميرة الحلويات أو باكين بودر من وزن 15 جرام ملعقة صغيرة من قشر البرتقال رشة ملح وبالنسبة للدقيق أنا عبرت هنا أربعات الكيسان يعني نفس الكيسان اللي عبرت بهم السكر والزيت والنشا وهما اللي عبرت بهم دقيق وغادي نشوفو في الفيديو جحال غادي يدخلينا في هاد الخليط ان شاء الله ديالدقيق ندوزو للطريقة ان شاء الله في إنا وضعت كأس من الحليب السائل ليكون دافئ مايكونش سخمزة فقط دافئ مع كأس ديالسكر وغادي نخلط هاد العناصر جيدا حتى نحاول يعني ندوب هاد السكر في الحليب غادي نضيف كذلك كيس من سكر فانيلا للتنسيم ممكن تعودوها بالفانيلا السائلة وكنخلط هنا دائما غير بالخلاط اليدوي مع إضافة رشة خفيفة من الملح وبديت هنا كنضيف الزيت بالتدريج وأنا دائما كنخلط غادي نضيف هنا القشر ديال البرتقال اللي بغا تدير القشر ديال الحامض فممكن خلط العناصر وهنا ضفت كاس ديال نشا أو ميزينة وغادي نخلط دائما وهنا نخلط غير شوية كيف تعرفو ميزينة كتكون خفيفة وإلا خلطنا بسرعة كتبدأ كتر لنا في لهوا نخلط العناصر مزيان ونضيف خميرة الحلويات أو باكين بودر من فئة 15 أو 16 الغرام وغادي نرشع نخلط العناصر صافي مهنا أخواتي غادي نبدأ بإضافة الدقيق ما تجيوش من اللول وديروا كمية كتيرة ديال الدقيق غادي نبدأوا نديروا غيب المعلقة بل معلقة وحنا كنخلطو حتى نتحصلو على القوام المطلوب لأنه إلا فوتنا الدقيق في هاد الحلوة دي راه كتجينا معجنة ومدقصة ما كتشققش لنا كيف ما كتشوفو نضيف كمية قليلة من دقيق ونخلط غير برؤوس الأصابع سنبقى مستمرة حتى يجمعني العجين بهذا الشكل القوام اللي خاصة نتحصل عليه هو هاد رطب ليين وفي نفس الوقت يلتسق شوية بليد هذا هو القوام اللي خاصة نتحصل عليه بالنسبة الكيمية ديال الدقيق اللي دخلت لي في هاد الخاليط هاد هي أربعات الكيسان بالضبط يعني تقدرو تنقصو او تزيدو شوية على حسب دقيق ديالكم واش كيتشرب او لا قسمة العجين ديالي الجوج ديال الكورات متساوين غطيتهم بالبلاستيك باش ما ينشفوش خديت اول كورة رشيت طاولات العمل بالقليل فقط من دقيق غير شوية ما تكتروش باش ما تنشفوش العجينة ديالكم القليل فقط من دقيق وطلقت اول كورة بدلا كيف ما ممكن تقطعوها اطلقوها عفوا غير باليد ديالكم صافي وخديت انا هاد المرشم هذا اللي على شكل وريضة نغم المو هاد الحليوة معروفة بذيك المرشم ديال زمان اللي فيه يعني هو قطاعة واحدة وفيها شي تمانية ديال المرشم يعني فيه قليبات ديك النجمة فيه وريدات فيه البطات فيه بزاف ديال الاشكال مهم انا كنتوفر على هذا خدمتو على شكل وريدات بالنسبة للعجين فاش طلقتو وراني خليتو غليض تقريبا واحد سنتيم او قل من واحد سنتيم غير شي شوية حيث هاد الحلوة ديال الطابع كتبغي تجي غليضة وطالعة صافي اخواتي كيف ماشتو طبعة الحلوة ديالي بهاد المرشم وانتو ماليكم اللي اختيار تستعملو اي مرشم كتوفروا عليه اللي ما عندهاش مرشم ممكن تستعمل فقط الكاس وتقطع به شوفوا العلو ديال هاد الحلوة البنات راه تقريبا واحد سنتيم ضروري ما تكون عالية هاد الحلوة ديال الطابع ما كتبغيش تخدم رقيقة يعني بحال شكل ديال سابلي بعدما قطعتها كيف ماشتو معايا في الفيديو راني جمعت دوك العجين دوك الجوانب يعني العجين اللي كاين في الجوانب وحطيتو في واحد البلاستيك باش ما ينشفليش صافي اخواتي استفت الحلوة كلهم في الطاواء اللي مفرشة بورقة طب خدرتهم شوية متبعدين وغادي ندخلهم في هاد الاتناء عندي الفران مشعول على مية وسبعين دراجة النار من الفوق ومن تحت قبل ما ندخلهم عفوا للفرن عندي هنا يا صفار البيض صفار بيضة واحدة اللي خلطتو شوية بالفرشت وغادي نحاول ندهن به الوجه ديال هاد الحلوة هادي غا نستمر هكا حتى نكمل الوحدات كلهم اللي عندي ونرجع معاكم ان شاء الله بالنسبة للتزيين عندي السكر حبيبات او سكر ساندة كيف ما كتشوفوني هنا يا كنحاول نرش غير شوية في الوسط اللي ما باتش تستعملو ممكن تخلي الحلوة ديالها عادية يعني غير مدهونة بسكر فقط غادي نرش غير في الوسط شوية شوية حتى نكمل وعندي الفران نشعول كيف ما كتلكم من قبل مسخن من قبل مية وسبعين دراجة النار من الفوق ومن تحت غادي ندخل الطاوة ديالي ونرجع معاكم ان شاء الله هنا بعد ما ساليت ورشيت الحلوة ديالي بسكر دخلت طاوة للفران حطها في الوسط ماشي الفوق وماشي التحت حطها في الوسط راه النار كينا من الفوق ومن التحت مية وسبعين دراجة كنأكد عليها ما تجهدوش النار بساف باش ما تتخطفش ليكم وباش تطيب على خطرها وتطلع كيف مشتو هنا يو تفقع ليكم البنات السير باش كتتفقع وكتشقق هي انو العجينة خصة تبقى تطريه ورتبه باش ما بقى ترتبه كتجي نتيجة احسن وارواح ما تقصحوش العجين يعني تقدروا يدخل لكم غير ثلاثة الكيسان اونس ديالتقيق بعدما تحمرت الحلوة ديالي وخرجت طاوة من الفران هذه هي النتيجة ديالها شوفوا معي كيفاش مشققها وطالع جا ينفقع وعالية ضروري هات الحلوة هادي كيف ما قلت لكم ما كتبغيش نجي قيقة بحال صابلي ما تجهدوش للنار باش تطيب لكم الوسط على خطرها الشكل النهائي ديال الحلوة هو هذا كيف ما كتشوفوا صراحة كتجي رائعة نحاول نقرب لكم وحيدا لبنات شوفوا ما شاء الله مشققها واخدها ديالوين دهبي وكذلك واخدها حقها في الطياب بالنسبة للماداق كتجي ولا ارواع بماداق البرتقال يعني ما تفرقوش بينها وبين الحلوة اللي مخدوما بالبيض هادي بدون كيف ما شتوق بدون ولا حبة بيت غادي نقسم معاكم وحيدا اخواتي باش شوفوا ها كيف كتجي من الداخل شوفوا معي ما شاء الله خفيفة ومهوية ومجعبة هادا داليل على نجاح الوصفة بني كتشقق البنات كنعرفو بلي الوصفة ارها ناجحة معنا مية في المية كنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وتخليوا لي اراءكم في التعليقات وصفة اقتصادية بامتياز والمداق ولا ارواع غادي نتشارك معاكم لمعلقة كتجي اكتر من رائعة غاية في الروعة مشققة اهماوية لدي بزاف مقادير جد بسيطة وكيميا وفيرة يلا نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله بالنسبة للمقادير عندي جوج حبات بايد من الاحسن يكونوا كبار شوية بدرجة حرارة المطبخ نصف كأس من الزيت النباتية نصف كأس من سكا ساندة او سكر حبيبات كأس مملوء من الكوك او جوز الهند النوعية الجيدة اللي يكون رقيق ومية الدم رشة ملح لتصحيح الضوغ خميرة الحلويات او باكين بودر ما يعادي لعشرة جرام و هنا عندي لاغوم ديال الحامض الى عندكم القشر ديال الحامض او القشر ديال البرتقال ممكن استعماله انا ما كانت توفرش عليه وعندي كمية من السميدة الرقيقة ماشي المتوسطة وماشي الغليدة السميدة الرقيقة اللي كنحضر بها الحرشة والبغرير وسط الفيديو غنعرفه الكمية مضبوطة ان شاء الله بسم الله في انا وضعت البيض زيت رشة ديال الملح لتصحيح الضوغ وغادي نخلط بالخلاط اليدوي ونضيف نصف كأس من سكر حبيبات او سكر سانيدة بالنسبة للسكر اخواتي تقدروا توصلوا حتى الكأس الى روبع رمادق ديرها كي يجي هو هدك الحد في القد زيت كذلك نصف كأس من زيت نباتية وغادي نخلط دائما بالخلاط اليدوي باش نكه هاد غريبة ديالي عندي هنا يلاغوم ديال الحامض ممكن استغناء عليها واستعمال قشر ديال بورتقال او القشر ديال الحامض انا مكنت فرش عليهم كيفما ممكن تستعملوا كيس من سكر فانيلا غادي نخلط العناصر مزيان مع بعض بالخلاط اليدوي وهنا غادي نضيف كاس من الكوك ليكون رقيق يكون نوعية جيدة غادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضها ومن بعد غادي نبدأ باضافة سميدة رقيقة دائما في غريبة ديال الكوك السميدة سبقو الكوك هو اللول وعاد ضيفه سميدة هنا كيف ماشتوني سميدة ضفت الكاس اللول والكاس المستعمل هو كاس الشاي المغربي حافظوا عليه في جميع القياسات او كاس العنبه القياس ديالو 150 جرام اضفت الكاس اللول ديال السميدة خلط شوية وهنا كنضيف خميرة الحلويات او باكين بودر 10 جرام وتقدروا تصلوا حتى 12 جرام ماشي مشكلة غادي نخلط هاد العناصر شوية هكا بالخلاط اليدوي ونستمر في اضافة سميدة هادا البنات اللي كتشوفو الكاس الثاني ديال السميدة رقيقة ونصيحة اخواتي كنأكد على السميدة رقيقة ماشي المتوسطة وماشي الغلايدة وكنجمع العناصر هكا غير باليد السميدة ما تجيوش من ضقة اللولة وتكترو سيرو غير ضقة ضقة حتى توصلوا للقوام المطلوبة ان شاء الله كيف ما غدي تشوفوا معايا في الفيديو هنا كملت الكاس الثاني كله ضفته وكنحاول نجمع بيدي باش نشوف باش نتحكم في القوام ديال هاد الخالط هنا اخواتي كيباللي الخالط ما زالكي تلصق في اليد كيف ماشي معايا غادي نضيف شوية ديال السميدة ونجمع السميدة كيف كتعرفوها البنات رهي هادا ضغية كتشرب لي هادا ضيفو غير شوية بشوية في اللول عمرو الكاس وخويوه ومن بعد الكاس الثاني ومن بعد غادي تشوفو واش القوام هو هادا كأولا بالنسبة لي هادا هو القوام المطلوب والكمية ديال السميدة دخلو لي جوج كؤوس وربع جوج كؤوس وربع وشي مرات بني كتكون سميدة كتشرب بزاف كنحتاج فقط جوج ديال الكؤوس يعني سميدة غا تحتاجوا ما بين جوج كيسان حتى الجوج كيسان وربع ديك ربع كاس غا يكون كي عادل واحد المعلقة كبيرة عامرة مزيان المهم انتوما ما تخليوها شخفة حيت باش ماتسحش ليكم وفي نفس الوقت ما تددوش على هادا كمية هادا غطيت الخالط ديالي بكيس بلاستيكي باش ما تكوونيش ديك القيشة الغليضة وفي هادا وضعت سكار غلاسي هذا هو الكيس ديال والبنات بالنسبة الاخوات لي في هولندا غاي سولوني منين شريته انا جبته معي من المغريد حيث هنا في هولندا ما كان توفرش عليه كناخذ غير ديال ليدل ما كيعتنيش واحد نتيجة مزيانة صافي اخواتي وبديد كاناخذ كمية من الخالط وكانشكل كويرات بهات الشكل هادا بالنسبة للحجم ديالهم عينكم ميزانكم شوفو انتوما واش تبغيوا غريبة ديالكم الحجم ديالها كبير او لا صغير غي هي تكون كبيرة شوية كدش يعاطيا لعين هنا كنشكل كويرات ما كان دهنش يدي لب الماء ولا بماء الظهر اراكة تشكل معي بكل سهولة لانو الخالط ديالي لين وارطب والقوام دياله جيد مناسب سوف يالبنات غادي نستمر بهات الشكل نشكل كويرات حتى نكمل الخالط كامل اللي عندي ونوضعهم بسكار غلاسي كنحاول نفند الكويرات ديالي مزيان رهما كنفند شغير الوجه وانما الكويرات كاملة وكنحاول نلبسها مزيان بسكار سخي باش يبقى شد عليها مني ندخلها للفران سوف نستمر هكا حتى نكمل الكويرات كاملين ومن بعد خديت واحد طاوة اللي فرشتها بورق الطبخ وكنستفيها هاد الوحدات هاد الاتناء عندي الفران مشعول للتزين فقط انتوما ممكن تخليوها هكا عادية كذلك كنشي فيها نتيجة نتيجة ممتازة انا هنا غادي نضيف حبات ديالي ممكن تعوضها بحبات ديال كوكا وذيك البلد اللي كيكون حمر صغور كيفما ممكن الاستغناء عليهم وتخليو الحلوات ديالي فقط مفندة فسكر سقين زينت الحلوات ديالي كاملين دخلتها الفران اللي مشعول من قبل على 180 درجة النار من الفوق ومن تحت طاوة اخواتي كيفشت وحطيتها في الجهة الفوقانية كنا اكد على طريقة طهي بحيط النار كانت فوق الوجه دياليالي حلوة كيف كتشوه حتى تشقق بها الشكل ما شاء الله وعاد هبطتها هات الصورة هاتي راني هبطت طاوة التحت تحمر غي شوية وتاخد ذاك اللوين ذهبي من التحت وخرجها هنا نتيجة رائعة ولنسيحة اللي نأكد عليكم اخواتي فهاد المرحلة هدي ما تقيسوش الحلوة بيدكم حيتاش كتكون مازالة طريقة وخفيفة كيف ما كتعرفوا غريبة ديال الكوكوسميدة او المعلقة ديال الكوكوسميدة منين كنخرجوها من الفران كتكون هشيشة بسف نخليوها في طاوة حتى تبرد وشد فرسها عاد ممكن نجمعوها شوفوا معي اخواتي الشكل ديالياليها شحال رائع كتجي كلها مشققه ومفرقة ما شاء الله والماطق ديالها رائع وبكمية يعني بمقادير اللي هي بسيطة تحصلنا على كيمية ما شاء الله وافيرة نفع نلدو يوفلغفلو كتوجد يعني فتولة ساعة من الساعة كتكون واجدة ما بين التحضير والطهي وكل شي نصحكو ما البنات تتجربوا هاد الوصفة لأنها فعلا كتستحق التجربة لديدة بزاف بنينا خصوصا بماطق ديال الحامض يا سلام غادي نقسم معاكم وحيدة باش تشوفوها من الداخل كتجي البنات مهوية معلكة ورتطبة والماداق كيف ما قلت لكم منعيش ممكن تستعملوا الحامض او لا الماداق دياله برتوقال كيف ما ممكن تستغنوا عليهم وديروا كيس من السقر بانيلا فليكم لاختيار ولكن بالحمض او البرتوقال كتجي اكتر من رائعة صافي اخواتي بالنسبة لطريقة الاحتفاظ تجمعوها في واحد العلبة اللي تكون محكمة للاغلاق فارها كتبقى طرية وغزالة شوفوا معايش حالهشيش هنا فيلعجبكم الفيديو اخواتي ما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم المشجعة حلوة ديالبوق من حلوية الزمن الجميل حلوة الاقتصادية وكتجي راقية في شكل ديالها والديدة الديدة بسف في الماداق ديالها والاهم مقادرها متوفرة في كل بيت وكتحت كمية كتيرة وماكينش اللي ماكي بغيهاش كل شي كيحمق عليها الكبير وصغير كتجي صراحة شي حاجة ووعرة ووعرة بسف الديدة بسف الشيشة وكتدوب في الفم بقوا معي ما تمشيو فين نتعرفوا على المقادير والطريقة بإذن الله بسم الله بالنسبة لمقادير اللي غدي نحتاج لهذا دوازتاي او لهذا الحلوة ديالبوق عندي اول حاجة هنا يا نص كاس ديال الناشا الدورة او مايزنا عندي كذلك نص كاس ديال زيت نباتية كاس إلا ربع من سقر سقيل او سقر غلاسي بيضة واحدة بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ رشة ملح مية وخمسة وعشرين جرام ديال الزبدة بحرارة المطبخ زبدة لينة تقدروا تستعملوا ديال البواطة وعندي واحد الكيس من الفلان بنكهة الكراميل عندي خميلة الحلويات أو باكين بودر ربعة جرام وكيس من سكر فانيلا بالنسبة للدقيق غدي تشوفوا معي في وسط الفيديو شحال الكيميا اللي غدي نحتاج بسم الله في واحد الإناء وضعت الزبدة وكان أكد أنها ستكون بحرارة المطبخ بج ما تعدبكم مش في الخدمة ضفت عليها كأس إلا روبع ديال السكر سقيل أو سكر غلاسي رشيشة ديال الملح وكيس من السكر فانيلا غدي نحاول نخدم العناصر مزيان بيدي حتى ندمج مع بعضها ويدخل هذك سكر سقيل مزيان مع الزبدة ضروري من هاد المرحلة لبنات ضروري ما تخدموا مزيان العناصر مع بعض من بعد بديت كنضيف الزيت وكان أكد نصف كس ديال الزيت نباتية وغدي نخلط العناصر مزيان مزيان حتى ما يبقاش يبلي هذاك الزيت نهائيا يعني غدي ندمج مع العناصر الأخرى وما يبقاش يبال ونحصل على واحد الخاليط اللي لا بغيت تقوله كرامي بهذا الشكل هذا في هذه المرحلة غدي نضيف البيضة ونخلط دائما فقط أنا كنستعمل يد اللي بغت تستعمل العجناء ممكن ولكن بحل هاد الأنواع الحلويات كيحتاجوا يد باش نعرفوا القوام ديال العجن هنا أخواتي كيف مشتو ضفت الكيس ديال الفلان بنوكهات الكراميل ممكن تعودوه بمعلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان اللي تضوبوها في واحد شوية ديال الماء كيف ما ممكن تعودوه بمعلقة صغيرة ديال الكاكاو المر كاكاو بودرة وكذلك ممكن الاستغناء عليهم كاملين وتعودو بواحد القشر ديال الحامض او القشر ديال البرتقال الكاكاو والقهوة سريعة الدوابان فقط اللي بغيتو تحصلوا على الماداق ديالهم وفي نفس الوقت على اللوين بلون كاسي اللي يكون مارو مهم تماليكم الاختيار انا كتفيت بالفلان ديال الكراميل طعم دياله زوين سافي اخواتي اخلط العناصر وهنا كيف مشتو ضفت نصف كاس ديال انشاء او ميزينة خلط مع بعض او ضفت اربعة غرام من خميرة الحلويات او باكين بودر لا تفوتوش ربعة غرام البنات باش ما تنفخش ليكم الحلوة ديالكم في الفران وبالتالي غا يضع الشكل ديالها وغادي تجي يعني ديك الزوقة ديال البوق ما غاديش تبقى بين فيها سافي البنات حصلت على هاد الخالط كريمي بها تشكلها كيف ما كاتشوفوه ودابا غادي نبدأ نضيف دقيق بالتدريج فقط قنخلط فقط برؤوس الاصابع كيف ماشتو معايا ما تكتروش دقيق البنات حي تقيل قصحتوها ما غاديش تجيكم زوين هاد الحلوة وهذا هو السر ديالها ودائما الخالط كنأكد عليها ونقطة مهمة فقط برؤوس الاصابع وما كان ديالكوش لانه معروفة البنات ان الحلوة ديال بادوزتها مثلا هكا ديال البوق او لايسابلي راه الاد الكناء كي يديفورماو وما كي يحافضوش غيك يدخلو الفران كي يضيع الشكل ديالهم يعني هاده نقطة معروفة وكنأكد عليها بالنسبة للاخوات المبتدئات اضفت الكيمية الاخيرة ديال الدقيق وما كان ديالكوش فقط كنت نجيب باش نجمع ندخل ديال الدقيق في ديال الخالط وصفي يعني اضليك إلا بالنسبة للكيمية ديال الدقيق ادخل معي بالضبط 350 جرام بالضبط وهذا هو القوام ديال العجينة اللي خاصكم تحصلوا عليها شوفوا معي يرتب في نفس الوقت راه ماشي خفيف وماشي قاسح حاولت الصورة تكون واضحة لكم ونقربها لكم اكتر بالنسبة للبوك اللي غادي نستعمل هادا اللي كيكون مسنن بهات الشكل هادا وكيكون واسع شوية وانتو ماليكم اللي اختيار في اي نوع ديال البوك بغيتو تستعملوها انا بعدما خلط وجمعت العجين ديالي راه كيف ماشتوا البوك مقيوس بالعجين جربت واحد الحباب بعدها هي الولا باش نشوف واش العجين ناجح معايا او لا لا يعني هداك هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه صافي اخواتي هنا خديت طاوة اللي كدخل فران فرشها بورق الطبخ وكن حاول ننخرج هكا يا وريدات كيف ماشتوا معايا كيف ما ممكن تخرجوهم صباعات المهم ان هاد الشكل كيبقى مفضل عندي وكيبقى صراحة مميز وعاطي العين وكيجي راقص خصوصا بعد التزين سوف نستمر هكذا البنات حتى نكمل الكيمياء ديال العجين اللي عندي وخا هي كيمياء قليلة الا انها تحطط باسل ما شاء الله هانتو ما كتشوفوا البنات بعدما اخرج الحلوات ديالي هادي هي الكيمياء اللي اعطاتني تقدرو تحبسوا الفيديو وتحسبوشها المنحبة مهم فادل اثناء راني كنت اشعلت الفران بالنسبة لنسيين انا فضلت نسيين بهدلي فخويكم في غوج هكذا حمرين ذاك حب الملوك غادي نقطعهم الانصاف كل وغا نقطعها على جوج وغادي نبدأ كنتبتهم فسط دوك الحفيرات اللي درت في الحلوة ديالي ما كان ضغطش بزا في البنات فقط كان حط نص ديال احب الملوك وضغطها خفيفة الغرض ديالي ان الحلوة ديالي تبقى تطلعها كاك مقببة ما تنسليش التحت يعني باش كتتحافظ على شكيلها وكي جديك شكيل فيها راقي وباين بالنسبة لدي انتو ما تقدرو تديروا اي حاجة لبنات تقدرو تكوفيها لوزا او لا كوكاوة تقدرو مثلا حتى طيبوها يعني تخرجوا العجين بالبوق وهذا ودخلوها الفران حتى تخرجوها ودوك الحفيرات تعمروهم بشوكولة او لا بالكراميل مهم لكم الاختيار كيفما ممكن تعمروها بالمربا قبل ما تدخل الفران سفي طاوة ديالي بعد ما زينتها الفران في هذا الأثناء راه شاعل على مئة وسبعين درجة ما تفوتوها شا مئة وسبعين درجة درجة حرارة مناسبة سوف ندخل الحلوة ديالي السر للبنات ديال الطياب سوف نأكد عليه سوف تحطوا طاوة كيفما تشوفوا معي دابا الفوق يعني سوف ندخل طيب البهلة العافية فوق منها باش ما تسيحش لكم البنات كنأكد النار سوف نقرب الطاوة لفوق تكون النار فوق منها حتى تنشف وتشد راسها كيفما تشوفوا معي دابا سوف نقرب الطاوة سوف نقرب الطاوة باش تحمر فقط تأخذ ديك الوين دهبي من التحت ونخرجها الحلوة ديالي بعدما خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها شوفوا معي البنات يعني كتبقى بيضة هذا هو طيب ديالها من الوين من التحت كتكون مدهبة فقط ما قنحمروها شا البنات لبتي فوق او هاد الحلوة البوق دائما اللوين ديالها كيبقى هكا مدهب من التحت يعني كياخذ ديك اللوين مدهب والوجهرة كيكون بيض كيفما كتشوفوا معي هنا راه هي طايبة ما معجنا متى شي حاجة واهم حاجة كيف ماشتوا معايا محافظة على ديك السنينات ديال البوق ما ساحتش ليا كيفما كتشوفوا يعني جوج الأسباب ديال نجاح هاد الوصفة هي مدلكوش العجين يعني فقط تجمعوا برؤوس الأصابع ويكون العجين طري وارطب كيفما وردتكم في الفيديو وتاني حاجة طريقة ديال تياب ديرها راه بحل بهلا كنحطوها في الفران النار من فوق منها حتى كتش درسها وتتماسك وتشمع لنا عاد كنحطوها تاخذ ديك اللوين دهبي من التحت نتمنى تاخذ هاد النصائح بعيد الاعتبار وانا متأكد ايلا جربتوها غادي تعجبكم بالسف الوصفة ديال اليوم غادي تكون عبارة على دوازاتي اللي غادي نحضره بالنصف كأس ديال الدقيق الابيض وغادي نتحصل على كمية وفيرة ان شاء الله دوازاتي اللي كي يجي اكتر من رائع خفيف رشيش لديد بزاف ما تشبعوش منه فبقوا معايا ماتمشيوا فين نشوفوا المقادير والطريقة بإذن الله تعالى بسم الله بالنسبة للمقادير عندي هنا يا 250 جرام ديال الكوك اولا جوز الهند النوعية الجيدة اللي كيكون ميت دم ورقيق ومن بعد غادي نشوفوا بالضبط رشة ملح نصف كأس من الدقيق الابيض كأس من الزيت النباتية وساعة الكأس 150 جرام او ممكن تستعملوا كأس العنبة كأس الا ربع او كأس غير مملوء من سكر حبيبات جوج حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ قشر الحمض خميرة الحلويات أو باكين بودر من فئة 8 جرام وهنا كإضافة فقط نستعمل الروح الحمض كتبقى إضافة اختيارية ماشي ضروري تديرها ندوزل الطريقة بسم الله في وضع البيض رشة الملح ونخلط العناصر بالخلاط اليدوي مع إضافة سكر حبيبات بالتدريج وأنا كنخلط جيدا فهذا المرحلة ضروري أخواتي ما يدوب لنا هذا السكر تماما في الخالط هذه خطوة مهمة لنجاح هذا الحلوي إن شاء الله ومن بعد سنبدأ بإضافة الزيت كيف ما كتشوفو سنضيف القشر الحمض محكوك تعودوه بالحمض الخضر إذا كان عندكم تهوى يجب أن نقهة رائعة وكي نعزز هذا الطعم أو نقهة الحمض سنضيف رسم علقة الروح الحمض كيف ما كتشوفوه هذا ممكن الاستغناء عليه ماشي ضروري وماشي مهم في الوصفة سنخلط العناصر مع بعضها مرة أخرى بالفوي حتى نحصل على هذا القوام كيف كتشوفوه ونضيف نصف كأس من الدقيق الأبيض أو الفرس ونستمر دائما في الخلط ضفت كيس من خميرة الحلوية 8 جرام أو باكين بودر من فئة 8 جرام والتي عندها الخميرة ديال العبار تضير ملعقة صغيرة بإضافة الكوك أو جوز الهند لا تضيف دفعة واحدة لأنه كيف كتشوفوه جوز الهند ينشف وبالتالي يقدر الحلوة ديالكم جيكم نشفه بساف لهذا ضروري من بدهو بالدقيق هو الأول وعاد نبدو كنضيفوه في الكوك والكوك غادي نضيفوه غير بالتدريج شوية بشوية حتى نتحصلو على القوام المطلوب هذا هو القوام اللي خاصنا نتحصلو عليه واحد الخليط او واحد العجين اللي رخو ارتب وشوية نوعا ما كيلتاسق باليد بسافوه المهم هنا هنا كنحاول نقرب لكم الصورة باش تكون واضحة بالنسبة الكيميا ديالكوك لدخلات عندي مئتين وخمسين جرام وفي بعض المرات قد تخلي غير مئتين وعشرين جرام يعني في هاد الوصفة الكوك غادي يدخل ما بين مئتين وعشرين جرام حتى المئتين وخمسين جرام نضيف ماء الزهر انا استعملت الماء باش الحلوة ديالي ما تضافش فيها ديك الماداق ديال الماء الزهر بغيت نحتاف ضغيب الماداق ديال الجوز الهند والماداق ديال الحامض اللي بغيت تعاوض الماء بماء الزهر فممكن تدهني ديها وتشكل حلوة سافي اخواتي العملية واضحة كندهني دي بالقليل من الماء وكنشكل كويرات متوسطة الحجم بهذا الشكل هذا وكنحطوه في هاد الوصفة اللي عندي فيه الكوك والكوك ممكن هنا اضيفه ساشي ديال الفاني وتفندو فيه الحلوة ديالكم انا بغيت نحافظ على ديك الماداق ديال الحامض كيفما ممكن تستغنو على الكوك هنا يا متفندوش في الكوك وتعاوضوه بسكار سقيل او سكار سافي اخواتي كيفما اشتو شكلت كويرات متوسطة الحجم ما تديروهمش صغار وما تديروهمش كبار بزاف ممكن الاعتماد على الميزان انا كنشكلهم غير عيني ميزاني وكندوزهم هكيا في الكوك غير من الوجه فقط ونقض الشكل ديال الكويرات ديالي وكنستفف طاوة غادي نستمر بهات الشكل هادا حتى نكمل الكيميا اللي عندي ونرجع معاكم ان شاء الله ومن بعد بديت كنش في واحد طاوة اللي فرشتها بورق الطبخ ملاحظة هنا مهم ما البناس داروه ورمت بعده بيناتهم ما بين كل حبه وحبه خليوا واحد الفراغ لانه فشكا تدخلوا الحليوة ديالكم من الفران الحجم ديالها كي يضعف وكي يكبر وبالتالي الى قربتهم راه غادي تلاصقو لكم لهذا قد لكم فش تديرو الكويرات تديروهم الحجم متوسط ماشي كبير راه كي يكبر الحجم ديالهم في الفران للتزيين ستعمل تحبات ديال اللوز اللي كتبقى اختيارية ممكن تعوضها بحبات ديال الكوكو او للفول السوداني كيف ما ممكن الاستغناء عليه بصفة نهائية وتخليوا الحليوة ديالكم عادية جدا مفندة في الكوك فقط او لا في صقر صغير بدون تزيين لكم الاختيار وكل واحدة على حساب جهدها وعلى حساب شنو متوفر عندها صافي كيف كتشوفوا كناخد حبات ديال اللوز وكنحاول انتبتهم في الوسط ديال كل حليوة بهذا الشكل هذا العملية سهلة او صافي الاخوات فهذا الاثناء عندي الفران مشعول على 180 درجة يعني مسخن من قبل ضروري وهذه هي الكيمياء ديال الحلوة اللي تحصلت عليها بهذا نصف كاس ديال الدقيق دخلت طاوة للفرن حطيتها في الوسط 180 درجة نار من الفوق ومن تحت غادي نخلي الحليوة ديالي حتى تاخد هذا كلويين دهبي ونرجع معكم الحلوة ديالي بعد ما تحمرت وخدت ديكلوين دهبي خرجتها من الفران هذا هو الشكل ديالها كتجي البنات اكثر من رائعة المهم يعني حال ما اشكرت لكم فيها ما غاديش نوفيها حقا حتى تجربوها انتم بيدكم ان شاء الله يا ربي هذه هي الكيمياء اللي حطيت لي وهذا هو الشكل النهائي ديالها كتجي ما شاء الله محمرة لديها بسف بديك الماداق ديال كوك وهشيشة بسف كالدوب في الفم يعني من الداخل ديالها كتجي معلكة كيف ما غادي تشوفوا معايا هنا غا نقسم معاكم محيدة باش تشوفوا نتيجة نهائية شوفوا البنات كتبان خفيفة ومعلكة ما شاء الله ما تشبعوش منها غير ملاحظة فاشتخرجوها ملافرران خليوها واحد ثلاثة دقائق حتى الخمسة دقائق تشضرها صحي تكون مازالها هشيشة بسف وعد جمعوها شوفوا البنات التعليق اللي فيها رائعة ومميزة فكنتمنى تجربو هاد وزتي وهنا غا نقول لكم السلام عليكم ونشوفكم فيديو اخر بإذن الله تعالى